تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان أحمد عصام هنشوف وسبب وفاته المفاجأة صدمة كبيرة حلق على الوسط الفني بعد خبر وفاة نجم الشاب أحمد عصام نجم مصرحية شارلي شابلين اللي بدأ عرضها في 27 يوليو الماضي ليعلن بطل العمل محمد فهيم عبر صفحته الرسمية فيسبوك عن وفاة الفنان الشاب اللي شاركوا العمل فيها وقدم خلالها أحد الأدوار اللي حظيت على إعجاب الجمهور وكان آخر زهور له أحمد عصام شارك في مصرحية شارلي وكان آخر عرض له مع الفريق مساء أمس وبعد الانتهاء من العرض نشر الفنان محمد فهيم خبر وفاته وقال الله يرحمك حبيبي كنا لسه بنعرض سوا مبارح صلاة الجنازة اليوم بمسجد السيدة نفيسة بعد صلات الظهر وأسألكم الدعاء له بالمغفرة والرحمة وضعف إن لله وإن الله يراجعون أحمد عصام أحد أعضاء فريق مساء شارلي الله يرحمك حبيبي ومن جانبه نعى الفنان عادل شعبان النجم الشاب بكلمات مؤثرة كشف بها عن سبب وفاته فكتب على الفيسبوك أنه توفى بعد تعرضه لحادث أليم أثناء عودته من المسرح ليلحق بأخي عند ذهابه للمسرح وسبق وطل النجوم المسرحية عبر برنامج معكم في منشزلي في لقاء تلفزيوني موزع على قناة سي بي سي وتحدثوا أبطال العمل عن المسرحية وقال الفنان محمد فهيم أن شارلت شابلين هو آيكونة الفن بالنسبة لحياته هو شخص مؤثر للغاية فهو مؤلف ومخرج وفنان وبينتج وبيوزع وبيرقص وهنا قررت أن يكون لدي هذه المهارات وضف كانت خطتي أن أتعلم هذه المهارات يوما ما بحيث عندما تأتي الفرصة أنجح كما أن شارلت شابلين لا يوجد أحد إلا ويعرفه ترجمة نانسي قنقر